بعد طول انتظار شعبي سياسي أقر مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون الموازنة بمفاجأة موازنة أولى من نوعها ثلاثية السنوات وبأرقام تسابق المختصون بوصفه انفجارية بإجماريها وتشغيليها الاستثماري منها وأرقام عجزها وظهرت فيها نسبة أقليم كردستان وقرارات وصفها رئيس الوزراء بالجديدة ولأول مرة المشروع قانون الموازنة لـ 23 والسنوات 24 و25 خضع لنقاش في داخل اتلاف دارة الدولة وبالتالي هو يحظى باتفاق سياسي وبدأ من الطاولة البغدادية الأربلية فإن الحكومة أعلنت حسابا مصرفيا موحدا لأول مرة ستدعو به إرادة النفط في الإقليم القطاع الخاص كان له نصيب من مشروع الموازنة تحت عنوان أطلقه رئيس الوزراء بضرورة إنهاء التأخير لدعم القطاع الخاص لأول مرة قالها السوداني سيتم إعطاء ضمانات سيادية لمشاريع ينفذها القطاع الخاص إنشاء صندوق العراق للتنمية وضعنا له تخصيص واحدة رليون كنا نأمل أكثر لكن سوف نبدأ بواحدة رليون وهذا صندوق موجه للقطاع الخاص الموازنة خصصت مبلغا لتأمين مشاريع وخدمات ودعم العوائل النازحة في المدن المحررة الخدمة الطبية والأدوية كان لها نصيب في أرقام مشروع الموازنة حديث السوداني حمل احتمالية التعديل لمشروع قانون الموازنة أثناء القراءة الثانية في البرلمان عراء مختلفة انبثقت من مراقبين ومحللين سيما مع وجود قرارات وصفت بالعملية لتطبيق البرنامج الحكومي فيما حظر خبراء مليون من إخفاق الحكومة في إقرار مشروع الموازنة خصوصا مع تكرارها ثلاث سنوات متتالية اشتركوا في القناة